سرعت روسيا من إجراءاتها لإرسال طائراتها الحربية تجاه إيران لمواجهة أي سيناريو تصعيدي ضد إسرائيل في المستقبل وتفاصيل هذه المسألة أصبحت واضحة مما نشر من قبل إيران Observer، إيران Spectator و Military Watch Magazine والأمر مرتبط باتفاق وقع العام الماضي بين إيران وبين روسيا من أجل أن تتحصل إيران على ما يقرب المئة طائرة من طائرات السخوي 35 والتي تصل قيمة الطائرة الوحدة منها من 45 إلى 60 مليون دولار التفاصيل تحدثت ببساطة بأن روسيا الآن بدأت بتجميع ست طائرات من طائرات السخوي 35 من أجل إرسالها على عجالة باتجاه إيران وبأن هناك ستة طيارين من الطيارين الروس هم الذين سيقودون هذه الطائرات باتجاه قاعدة هامدان الجوية العسكرية وهناك أدلة من الأقمار الصناعية توضح تماما بأن هذه الطائرات فعلا ستتمركز في قاعدة هامدان الجوية وإذا متجهنا إلى هذه المنطقة المهمة للغاية التي تأتي إلى الغرب من إيران هذه هي سنرى هنا هذه هي هامدان وإلى شمالها على مسافة 45 كيلو مترا تأتي هذه القاعدة إذا ما عدنا بالتاريخ قليلا إلى العام الماضي نهاية عام 2022 ونتجه إلى هذه البقعة سنرى بأن ليس هناك شيء يذكر في هذه المنطقة ولكن بمجرد في هذه النقطة تحديدا بمجرد ما نأخذ أحدث صورة في الأقمار الصناعية سنلاحظ بأن فعلا في الأشهر القليلة الماضية هناك عمل قد ظهر في هذه المنطقة وأن هناك تحضيرا من قبل الجانب الإيراني وبمساعدة الجانب الروسي من أجل بناء ثلاث حظائر لهذه الطائرات يعتقد بأنها ستكون لطائرات السوخوي 35 وواضح جدا بأن كل حظيرة ستحوي على الأقل طائرتين من الطائرات الستة التي ستأتي كدفعة أولى من هذا الاتفاق الذي تحدثنا عنه ومن المنطقي جدا بالنسبة لإيران أن تدفع بطائراتها لكي تتمركز بهذه القاعدة تحديدا وذلك بسبب موقعها الاستراتيجية المهمة للغاية هذه القاعدة تحديدا أن تواجدت فعلا هذه الطائرات كما نتحدث بحسب كل هذه التفاصيل الواضحة فأن هذه الطائرات ستوفر حماية مهمة لغرب إيران هي قريبة طبعا من الحدود مع العراق ويعني أي هجوم في المستقبل من قبل الجانب الإسرائيلي أو كانت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فستكون هذه الطائرات حاضرة في التحليق لمواجهة الطائرات الإسرائيلية إن كانت فوق الأجواء العراقية أو إن كانت لمواجهة أي اختراق محتمل من قبل الجانب الإسرائيلي وبالتالي إن قامت جانب الإسرائيلي بضرب المنظومات الدفاعية على سبيل المثال الموجودة في الداخل الإيراني فإن عليه الآن أن يواجه هذه الطائرات الحربية كذلك هي مهمة في حالة أي صراعات مستقبلية طرأت مع تركيا التي هي عضو طبعا في الناتو تحديدا وبالتالي انتصاعدت الأمور وكانت هناك حرب جوية وتركيا تنترك طائرات غربية مهمة للغاية متقدمة فإن هذه الطائرات أيضا ستكون حاضرة في حماية الأجواء الإيرانية إذا ما تصعدت الأمور كذلك إن قاعدتها مدام مهمة لأنها تأتي إلى الغرب من العاصمة الإيرانية طهران على مسافة 250 كيلو مترا تقريبا وبالتالي هي ستحمي العاصمة الإيرانية من أي محاولات للاختيال أو ضرب أهداف مهمة للغاية كذلك إن هذه القاعدة قريبة أيضا من المنشآت النووية المهمة مثل منشآت فوردو ومنشآت ناطانز وكذلك من أصفهان التي تتواجد فيها العديد من المنشآت النووية المهمة أو حتى المنشآت الصاروخية كذلك قاعدة كاشان للطائرات المسيرة قاعدة كاشان المهمة في هذه المدينة المهمة أيضا هي تأتي في نفس هذه المنطقة بالتالي ممكن لهذه الطائرات أن تلعب دورا كبيرا بالنسبة للجانب الإيراني في مواجهة كل هذه المخاطر لا بل إن المدى الذي تتمتع به هذه الطائرات يصل تقريبا إلى 3600 كيلو متر وهذا يعطيها القدرة ليس فقط لتخطية هذه المنطقة الغربية تحديدا التي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لإيران بعد الضربات الإسرائيلية التي شهدناها في الـ 26 من أكتوبر الماضي لكن الطائرات فعلا قادرة من المنطقة التي أشرنا لها قبل قليل من التحليق باتجاه الخليج العربي ومضيق هرمز المسافة تقريبا من قاعدة هامدان التي نتحدث عنها تصل إلى 1200 كيلو متر تقريبا وبالتالي لا مشكلة أبدا لهذه الطائرات أن تتواجد في هذه المنطقة وأن تحميها طبعا بكل تأكيد لكن مع الدفعات القادمة لطائرات السخوي 35 من المنطقي للجانب الإيراني أن لا يجمع كل هذه الطائرات في قاعدة واحدة لأنها ستكون طبعا هدفا سهلا لإسرائيل أو أي طرف معاد لإيران لضرب هذه الطائرات وبالتالي المنطقي تماما أن تنتشر في عدد من القواعد من ضمنها من الممكن أن تكون قاعدة موجودة باتجاه الخليج العربي ومضيق هرمز لأنها منطقة مشتعلة وهناك قاعدة مرشحة تماما لأن تتواجد فيها بقية طائرات السخوي 35 في هذه المنطقة ألا وهي قاعدة عقاب 44 التي أيضا ظهرت مؤخرا ظهرت تقريبا العام الماضي من قبل الجانب الإيراني إذا ما عدنا بالقمر الصناعي قليلا إلى عام 2019 حتى إذا عدنا إلى عام 2020 أو 2021 لن ترى شيئا هنا لكن فجأة بأحدث صورة بالأقمار الصناعية ستلاحظ أن هناك مدرجا ومداخلا في الجبال لقاعدة تحت الأرض ونلاحظ أن هناك خمس مداخل هذه مدخلين كما نلاحظ هنا وبأننا أمام مدخل آخر لهذه القاعدة الجوية ومدخلين أخرى هنا في هذه المنطقة كما نلاحظ كذلك أن هناك نفقا أيضا من هذه المداخل تحت إحدى المرتفعات لتتجه الطائرات مباشرة إلى المدرج وبعد ذلك تنطلق هذه الطائرات من دون أي مشاكل وكانت هناك صور قادمة من قبل الجانب الإيراني عندما قاموا باستعراض هذه القاعدة في فبراير من العام الماضي لهذا النفق تحديدا تمر منه الطائرات وكذلك أيضا من هذه القاعدة التي تتواجد فيها هذه المداخل التي أشرنا لها قبل قليل لاحظ الصور القادمة من قبل الجانب الإيراني لهذا النفق الذي تحدثنا عنه هنا وكذلك أيضا ترى في داخل هذه القاعدة باستعراض إيراني واضح ترى بأنها منشأة فعلا كبيرة ومن الممكن أن تحوي أو تستوعب طائرات السوخوي 35 وطائرات من نوعيات أخرى وما هو مثير عند الاستعراض الإيراني كانت هناك صورة للوحة تظهر فيها عدد من التصاميم للطائرات واحد من التصاميم تبدو قريبة للغاية من طبيعة تصميم طائرات السوخوي 35 الروسية لا بل كانت هناك التقاط مثيرة للغاية من النيويورك تايمز لأحدى النقاط الموجودة في هذه القاعدة ظهرت من خلالها طائرة من طائرات السوخوي 35 وهي موجودة في هذه النقطة لاحظ ما نشرته النيويورك تايمز هنا هذه طائرة السوخوي 35 كما نلاحظ إذا ما اقتربنا منها ولكن التحقيقات القادمة من النيويورك تايمز وعدد من المصادر الغربية وجدت أن هذه الطائرة فعلا هو نموذج غير حقيقي موجود في هذه القاعدة لكن مؤشرات أن تتواجد طائرات السوخوي 35 في قاعدة عقاب 44 هي حاضرة وبقوة بشكل عام هذه القاعدة يبدو بأنها تراقب بشكل مكثف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت اليوم بحسب الفلايت ريدر 24 الـ MQ4C Triton التي ترونها هنا أو MQ4C Triton هذه الطائرة التجسسية ظهرت وهي تحلق باتجاه قاعدة قشم جزيرة قشم فيها قاعدة للطائرات المسيرة وكذلك أيضا قاعدة عقاب 44 التي تحدثنا عنها وبالتالي من الواضح بالنسبة لأجانب الإيراني أن طائرات السوخوي 35 مرشحة أن تكون في هامدان وكذلك في قاعدة عقاب 44 وهذه تعتبر مهمة على الرغم نحن نتحدث عن 6 طائرات فقط ولكنها بداية مهمة بالنسبة لإيران ويوضح هذا الأمر بأن هناك توافقا وتقاربا عسكريا مع الجانب الروسي رغم أن دونالد ترامب فاز بالانتخابات الأمريكية ومن الممكن أن يتواصل مع الروس لوضع قواعد معينة أو ضوابط معينة في طبيعة العلاقة بين روسيا وبين إيران من أجل مكاسب في أوكرانيا لكن يبدو بأن الأمور تسير كما تريد إيران والعلاقة هذه تصبح أقوى شيئا فشيئا وكذلك أن هذا يعني من المنظومات الدفاعية مرشح أن تتطور أيضا بالنسبة لأجانب الإيراني وليست فقط هذه الطائرات ولا بد من الانتباه بأن هذه الـ 6 طائرات ستكون مهمة لمسألة نشرت في أكتوبر الماضي من قبل Army Recognition التي أكدت بأن إيران تحصلت على رخصة من قبل روسيا لصناعة ليست فقط طائرات السوخي 35 وأنما طائرات السوخي 30 في الداخل الإيراني ولا بد من الانتباه بأن إيران لديها وقادرة على تصنيع كما هو واضح للجميع واحدة من أهم أو من أهم طائرات المسيرة أساسا على مستوى العالم هي موجودة لدى الجانب الإيراني وهي تقاتل ليست فقط في منطقة الشرق الأوسط إنما تقاتل كذلك في حروب عالمية المهمة في أوكرانيا مع الجانب الروسي والجيش الروسي يعتمد أساسا على هذه الطائرات بالتالي ليس غريبا على إيران أن تتمكن من صناعة مثل هذه الطائرات إن امتلكت طبعا الخبرات المطلوبة لصناعة هذه الطائرات وهذا التوقيت من هذه الإعلانات أو من هذه التفاصيل التي بدأت تظهر وقربنا من رؤية أولى الطائرات السوخي 35 أو أول 6 طائرات من الشحن المتفق عليها للوصول إلى إيران هي تأتي في توقيت يبدو بأننا سنرى من خلاله إن هناك إيقافا لإطلاق النار بين حزب الله اللبناني وبين إسرائيل ومرشح تماما أن تتوقف الهجمات القادمة من الفصائل العراقية وجماعة الحوثي أو حتى الفصائل السورية أو الفصائل في سوريا من مواجهة أو الهجوم على إسرائيل بالتالي يبدو أن إيران تحاول كسب المزيد من الوقت يحاولون قدر الإمكان تجميع ولملمة الجراح بعد ضربات الإسرائيلية الأخيرة في السادس والعشرين من أكتوبر التي أدت إلى ضرب أهم المنظومات الدفاعية التي تحمي أهم المنشآت ليست فقط النووية وإنما النفطية أو حتى التي تحمي العاصمة الإيرانية طهران جنوب غرب طهران أصبحت متاحة بالنسبة لأجانب الإسرائيلي بعد الضربات الأخيرة بالتالي إيران تحاول تحقيق أكبر الصفقات الممكنة كسب أكبر أو أكثر وقت ممكن مهم بالنسبة لها من أجل أيضا التفاوض مع دونالد ترامب الذي يريد إنهاء الحروب ولإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط عليه تحقيق شيء من الاتفاق مع أجانب الإيراني لكن ما هو مثير لازالت التصريحات الإيرانية متصاعدة في مسألة الانتقام من الضربة الإسرائيلية التي نتحدث عنها على سبيل المثال رئيسي أركان الجيش الإيراني عفواً اللواء محمد باقري كان واضحاً وقال بأن الرد على إسرائيل يتجاوز تصورات قادة الإسرائيليين ورأينا أيضاً يوم أمس هناك تصريح قادم من قبل مستشار المرشد الأعلى وهو علي لارجاني تحدث بنفس اللغة وقال بأننا سنرد على الضربات الإسرائيلية التي طالت الأراضي الإيرانية لأن هذا خط أحمر واضح وهذا قد يفسر مع الأنباء التي نراها بأن هناك إيقاف لإطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل لم تغير من طبيعة الانتشار الأمريكي يو أس أس هاري ترومان حاملة الطائرات الأمريكية ظهرت بهذا الشكل وهي تدخل إلى البحر المتوسط متعدية طبعاً مضيق جبل طارق مع المدمرات المرافقة لها وهذا هو التسجيل الخاص لحاملة الطائرات وهي تدخل فعلاً إلى هذه المنطقة مما يوضح أن الأمور لم تنتهي نهائياً وما يجري الآن بين إسرائيل وحزب الله هي ضربات متبادلة قبل الإعلان عن الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ خلال الساعات القادمة ولا بد من الانتباه إلى أن حزب الله وجه ضربات كبيرة على نهاريا ونتانيا وتل أبيب طالت العديد من النقاط المدنية وضربتها بشكل مباشر وضربت كذلك الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر ومكثف قبل تحقيق هذا الاتفاق في المقابل أيضاً إسرائيل وجهت الكثير من الضربات على الضحية الجنوبية اليوم وهي مستمرة على الأقل حتى ساعتين قبل أن نبدأ هذه الحلقة وإسرائيل استعرضت وأعطت رسالة واضحة عندما ظهرت جنود الإسرائيليين وهم يعبرون النهر الليطاني هذا هو النهر الليطاني كما نشر الجيش الإسرائيلي عبور هذه القوات طبعاً كما نلاحظ الإسرائيلية بهذا الشكل لا بل أن أوري جوردن قائد المنطقة الشمالية ظهر في هذه المنطقة وظهر عند النهر الليطاني الذي يعتبر الهدف الرئيسي بالنسبة لإسرائيل لأنهم يريدون أبعاد حزب الله إلى خلف النهر الليطاني لتطبيق القرار 1701 ولابد من فهم مسألة بأن وصول الجانب الإسرائيلي للنهر الليطاني هو جاء عبر الجليل الأعلى باتجاه هذه المنطقة هذه هي الخيام التي تقاتل فيها إسرائيل وكذلك أيضاً هم وصلوا إلى النهر الليطاني هنا في هذه المنطقة كانت نقطة وصول الجيش الإسرائيلي هناك ترتيبات عديدة في هذه المسألة لكن أيضاً هي مؤقتة للغاية وإسرائيل تريد الاستفادة من انتهاء الشتاء لأن الشتاء قد بدأ الثلوج في مصلحة حزب الله اللبناني أيضاً إعطاء بعض الوقت للراحة للقوات الإسرائيلية عقد بعض الصفقات العسكرية للسلاح الخاص بهم للعودة مرة أخرى لم يتم نزع السلاح من حزب الله للهجوم على الجنوب مرة أخرى لأنهم لديهم أهداف والأهداف هي ليعادة المدنيين ونزع السلاح من حزب الله اللبناني وتمكين الحكومة اللبنانية ولبنان من مواجهة حزب الله اللبناني بالتالي التوقيتات الإيرانية الروسية في هذه الترتيبات والتطورات المرتبطة بطائرات السخي 35 هي تأتي في توقيت مدروس للغاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر